عن البرلمان ايه دوره في الوقت اللي جاي وازاي هيقدر بدوره الرقابي والتشريعي انه هو يحاول يضبط الكفة الغير مكتازنة هو مجلس الدواب الحالي طبعا مفروض انه هو رقابي وتشريعي طبعا ناخد الجانب التشريعي اللي نفسي فيه هو انه المطبخ التشريعي في البرلمان ان يكون المناولة بينه وبين الحكومة تبقى سأسرع مما هي عليه الآن يعني النهاردة الحكومة المفروض ان هي عندها قرارات تتعلق بدريبة القيمة المضافة على طول القانون ده مشروع القانون يروح للبرلمان الموازنة العامة للدولة دي بقانون مفروض ان هي احيلة للبرلمان من حوالي 50 يوم عندي قانون العمل عندي قانون الافلاس والتخارج عندي قانون قوانين كثيرة جدا قانون الخدمة المدنية فالنهاردة المفروض الحكومة تبقى أسرع في صياغة المشروعات القوانين تحلها مباشرة إلى المجلس النواب مجلس النواب المفروض بجاهز النهاردة لحد النهاردة قانون الخدمة المدنية اللي اترفض من البرلمان لم يزر حتى الآن من البرلمان النهاردة بتكلموا على رفع اللي هو العلاوة السنوية الدورية من بدل 5% في القانون الأديم إلى 7% لسه ينقشون هذه القضايا في اللي جان النوعية عنده أنا عاوز المطبخ يشتغل بسرعة إن إحنا محتاجين إصلاح تشريح بسرعة يعني أنا نهاردة قانون الخدمة المدنية ده يعلج لقضية البروكراطية والفساد الموجود في الجهاز الإداري وده الهدف منه إن إحنا نخلي الجهاز الإداري للدولة يكون أقل تراهلاً أكثر إنتاجية أقل بروكراطية وده الهدف لحد النهاردة القانون لم يصدر هنقول بعد الحكومة هي السبب ولا المجلس النواب هو السبب المهمة هما الاتنين يقاحهم بطيئ الحاجة التالية قانون العمل أنا عاوز أشوف قانون العمل والبطالة الموجودة عندي يتقرب للستثمار خد عندك كمان الموزنة العمل للدولة أنت عارفة الموزنة العمل للدولة موجودة في البرلمان اتناقشت في اللجان النوعية في البرلمان في الخطة والموزنة هي تتناقش يوم 26 الشهر ده كمان 6 أيام بقى جلسة عامة بقى في اللجان النوعية خلصت في جلسة عامة من يوم 26 لحد يوم 29 20 ساعة متواصلة اللي هو بواقع 5 ساعات كل يوم بقى كل الأعضاء هينقشوا الموزنة العمل للدولة متواصدر يوم 29 قبل السنة المالية يعني سنة المالية او الشهردة شهردة يبقى ايه 30 ساعة اه شهردة 30 يوم يعني يبقى تقريبا يوم واحد بس قبل الموزنة ما تبدأ قبل السنة المالية ما تبدأ في عرف مين المفروض دي تكون محالة للبرلمان 90 يوم 30 شهر عند البرلمان يناقشها ويصدرها بشكل تبقى قبل بداية السنة المالية قانون اذا الموزن عمل للدولة السنة المالية اللي جاي لسه لم تصدر فده بطء عندي قانون القيمة المضافة اللي هو ملحق بالموزنة ده هيفيدنا بايه دكتور موزنة الاصلاح التشريمه ده من ضمن احنا المحتاجين وحاكتين مهمين جدا بس فينا قلقة منه ده بزيء اه يعني في عندي خمس ملفات تلاتة حلوين وتلاتة مؤلئين لا واثنين محتاجين شغل التلاتة الحلوين اللي هو الملف بتاع الاستقرار الامني والسياسي وعلاقتنا الخارجية ما شغالين كويس فيه قوي يعني اللي بالنسبة للملف التاني فيما يتعلق به اللي هو شبكة الحمال الاجتماعية والبعد الاجتماعي والعشوائيات والاسكان الاجتماعي شغالين معقول فيه قويس مشروعات القومية على مستوى المايكرو الاقتصاد الجزئي يعني مشروعات القومية اللي هو الرئيس هفتح سيشغال فيها ندينه ممتاز حلو قوي طيب كل ده شغال التلاتة دول حلوين سياسة خارجية واستقرار امن وسياسي مشروعات طومية على مستوى الاقتصاد الجزئي اللي هو المايكرو ايكوناميكس والبعد الاجتماعي عندي درجات حلوة فيها لكن عندي ملفين محدش جاهنة فيه محتاجين عناية اللي هو حسن ادارة السياسة الاقتصاد الكلي اللي هو السياسة النقدية اللي حكينا عنها بتاعة محافظ البنك المركزي وما بين السياسة المالية بتاع وزير المالية التناغم عاوزين نشوفه في هذه الحالة والمهمة في هذه الحالة حسن ادارة السياسات النقدية معناها ان الخلل المالي الموجود في جسم الاقتصاد المصري لازم يعالج يعني ضبط مالي مهم جدا سواء كان عجز الموزنة سواء كان الدين العام سواء كان السيولة في جسم الاقتصاد للبنك المركزي بيحاول عليها دلوقتي سواء كانت اشيئة كثيرة جدا الحاجة التالتة بقى وهو الاصلاحات الهيكلية من ضمنها الاصلاح التشرية كطاع الاعمال العام سواء العمل سواء المنتجة سواء مده بس ده نشوان طويل يا دكتور يعني لو احنا حسنة كلامنا بالوقت